السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أحد الأصدقاء بيسأل أنا دلوقتي عملت حساب مصري على موقع من موقع العمل الحر مثل فريلانسرة أو أبو هوركس وعندما كتبت مصري ترفض وعندما غيرتها للروسي توافع عليه فبعد ما توافع عليه بعد فترة راح واقف تمام فده إيه الحل بداية قادرا ممكن لا تحاول تكذب على الموقع نهي لا تحاول تكتب أي جنسية مخالفة هل تم الرفض صراحة أن الجنسية مصرية لا طبعا ما اعتقدش لأن ده فيها عنصرية وما ينفعش موقع أيامك لأنها يخسر كثير من الناس كتير ممكن يكون جنسية أوروبية بس يرفض التحيو الزوت وممكن يخرج من الموقع ممكن يكون فيه مشكلة في الحساب لحد ما نعرف إذا كان فعلا بيرفض الجنسية العربية ممكن يكون الرفض بسبب أن البلد لا يوجد بيبال أو بيزا معينة فهذا يوجد مشكلة فأتعمل وقف الموافع على الحساب في الموقع بيبقى فيها نوعين فيه أولا كمبيوتر ممكن نرفض بحيث لو فيه غلطات معينة يرفضها وعمل بشري لو لقى حاجة غلط يروح رفضها يجب أن أثبت له أن أنا رجل جاد وأن أريد أن أشغل فعلا ومن ضمن المثال أن الإيميل يكون بالجيميل أو ياهو يكون شركة بحيث أن هذا رجل عمل شركة خاصة به وعمل موقع فهذا تزود فرصة الموافع من ضمن المثال من هذا الشيء يوجد علماء كديد كتب 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 وكتب وكتب كتب 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 أنا أعرف الشغل على الريفك أو البمي أو الشغل ممكن يقول لها نفس المعنى ولكن لو أحب يدور بكلمة مختلفة يقدر يلاقي الموضوع دوت الثاني حاجة ما تتحولش أنت تكتب عدد ساعة تبكام وتحاول تقليلها أغلب الناس تدعى في الغلب دي أنه هو يحاول يرخص الساعة بتاعته فده هيقع في مشكلة كتير أن أنت تحاول تأخذ نفس ساعتك الموجودة في الشغل العادي ولكن هناك تأمينات وفي حاجة كتير مزايا في الشغل العادي فأنت بمفروض أن تكون سعر أكبر فأخذ الموقع هو يحدث الساعة أو تحاول تحدث حاجة بس تكون معقولة لغالية جاء جدا تتضافش الناس ولا رخص أو يخليه يشك ويخليه يتجل حاجة التسعير ده مهم جدا كان فيه سريعا كده كان فيه واحدة بتبيع دهب مقالد أو حاجة كده وكان برخص جدا في شاطئ من شاطئ أمريكا ولم يكن هناك أحد يشتري منها خالص فقالت نهف المشروع ده ورح استجامة في أي مكان فقالت للراجل بيع كل حاجة من نص سعر فالراجل غلطة كده في اللغة الأجنبية ففتكر انها عايزة تضاع في السعر فعرض كل حاجة بداع في السعر وسبحان الله الباعد فموضوع التسعير ده مهم جدا انت تدرس السوق تدرس فيه السعر اللي ممكن يعجب الناس حاول انت تشرح كل حاجة تعملها بوضوح وتحط صور لشغلك وتحط الناس اللي ممكن تتوصل معهم يعني تكتب المعلومات الكاملة ما تخليش حد يبقتي او فيه معلومة نقصة حاول تحط كل درجاتك العلمية حاول تحط أي خبرة انت عملتها وتكون في صلب الشغل بتاعك وتحط حسابات في المواقع التواصل الاجتماعي لتخدم البروفيل لا تحط شيئا على فيسبوك وانت تتكلم في السياسة لا ممكن تحط مثل لينكتد اين والمواقع ده سعب تقول لك اعمل اختبار في المجال ده حان الناس تأكد من مهاراتك حاول تتخلص الاختبارات ده مثل اختبار في الإنجليز اختبار في الدزاين في الحاجات ده حاول تتخلص الاختبار في مزايا حلوة على اساس انه يبقى جيد حاول تتخلص البروفيل امسك نظرية المؤامر اقعد ادرسه واعرف ايه الحاجات اللي ممكن تكون فيها نقص لو انت صاحب عمل وجالك البروفيل ده ايه الحاجة اللي نقص فيه عدل وابعته تاني بس مهم ما تكذبش لانه اي كتبة تتقفش ومن ضمن الغاطات اللي يخلص فيه يتلغي وانت انت تحاول تتواصل مع الشخص صاحب العمل برا الموقع الموقع ده بيأخد نسبة من الشغل بالنسبة من الفلوس الى الشغل فلو انت اتفعت مع الرجل ده انت تتعامل مع برا الموقع الحساب بتاعك هيتلغي وتوقف ولو في ايه الفلوس مش عاف تخده فقدر الامكان نلتزم بالامانة ونلتزم بالصدق ونلتزم بالموقع ده جابلنا شغل خلاص انتتعامل معه بلاش فهلاوة بلاش هنتحك عليه وان شاء الله ربنا يبارك لك بي اذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة